على الرغم من الوئام والانسجام الظاهري في العلاقات بين اطراف المعادلة السياسية في اقليم كردستان الا ان رمادة دائيات سنين مضت من التوتر يخفي تحته بوادر تصعيد قد يكون وشيكا الايام الاخيرة شاهدت توترا اعاد للواجهة الخلافات التي شابت العلاقات بين الاحزاب والشخصيات في الاقليم بدأت بوادره بازمة منطقة زيني وارتي الاستراتيجية الواقعة بين جومان ورانيا والتي يتواجد فيها عناصر المعارضة التركية وقيام الحزب الديمقراطي بحجد قواته في تلك المنطقة ودخول حزب الاتحاد الوطني على خط الازمة لكن الامور بين الشركاء لم تقف عند هذا الحد بل تطورت الى السحب الحصانة من عضو برلمان الاقليم سوران عمر بطلب من الحزب الديمقراطي على خلفية تصريحات للنائب اتهم فيها اطرافا حزبية وحكومية بالفساد في جلسة شهدت غياب رئيسة البرلمان وكتل عديد احتجاجا على القرار الازمتان الاخيرتان اعادتا للاذهان تداعيات عقود سابقة من المد والجزر والازمات تخللتها فترات من الاتفاق على بعض القضايا كان من بينها ملف العلاقة مع الحكومة الاتحادية مسار الاحداث والتوقعات المراقبين يؤكدان ان المواطن الكردستاني سيكون مرة اخرى ضحية التصعيد الجديد بعد ان كان طوال سنوات وقودا لحروب خارجية وداخلية وازمات اقتصادية وتهديدات تتعلق بمصادر الرزق والمعيشة في وقت دخل فيه الاقليم والعراق بشكل عام مرحلة لا تتحمل المزيد من الخلافات